بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الصور والتعامل مع الصور بداخل برنامج الورد بالتفصيل وشون ننضيف الصور وشون نتعامل وياها داخل المستنفى فأول خطوة حتى أدرج صورة أنا عندي خيارين يأما أدرج الصورة من داخل الجهاز يعني من الحاسبة اللي أنا أشتغل عليها أو كان يكون فلاش أو هارد خارجي مربوط على الحاسبة أو أنا أدرج الصورة عن طريق الانترنت احنا اتفقنا كل شي ندخل للورد أو ندرجه للورد هو من قعمة إدراج مثل الصور والأشكال والجداول فأول خطوة حتى أدرج الصورة أنا لازم أروح على قعمة إدراج من قعمة إدراج رح أشوف مجموعة الرسومات التوضيحية موجودة الصور أضغط على صور رح يفتح خيارين إدراج صورة من هذا الجهاز يعني من الحاسبة أو بقلنا الفلاش أو الهارد اللي متصل بالحاسبة أو صور عبر الانترنت هذه رح يفتح عبر موقع الانترنت تبحث وتدرج داخل المستند فأول خيار هو أنه أدرج صورة من الحاسبة أو من الكمبيوتر رح أضغط عليه رح تفتح لي هاي القائمة اللي هي المستعرض احنا نسميها اللي أنا أبحث بالحاسبة على مكان الصورة اللي أدخلها للبرنامج فمثلاً أنا مخزن صور فرضاً على ديسكتوب أو على أي هارد الدي أو الإي أو الاف فرضاً أنا عندي بدي ديسكتوب صور هذه مجموعة من الصور مثلاً أي قانة الورد مجرد ما أنقر على الصورة وأقول له إدراج أو ممكن أنقر نقرتين على الصورة رح ننأشر على الصورة ونقول له إدراج هاي الصورة دخلت داخل برنامج الورد ولا تلاحظون مجرد ما دخلت الصورة للبرنامج منفتح تبويب جديد اسمه أدوات الصورة وتنسيق الصورة بمجموعة من الأدوات والمجموعات ولو ضغطنا خارج الصورة بأي مكان رح يشوف اختفاء التبويب ونضغط على الصورة رح يرجع يفتح التبويب هذا اللي هو مؤقت يظهر ويختفي بظهور واختفاء الصورة قبل ما نتكلم عن هاي المجموعات عدنا بعض الملاحظات انه أنا الصورة من دخلت للورد رح نشوفها محاطة بهذا الإطار وبيه هاي الدوائر بالأركان وبالوسط هذه هي المسؤولة عن التحكم بحجم الصورة قياس الصورة انه أنا صغر الصورة وأكبرها وعادة احنا ما نستخدم يعني هاي الدوائر البالوسط لأن هاي السويلي التشوه بالصورة لو نلاحظ بهذا الشكل حتى هذه يعني تتشوه الصورة احنا نسميها نسبة الارتفاع على العرض فأفضل طريقة حتى أنا صغر وكبر الصورة هو أني أمسك الصورة من الأركان مالتها من الدائرة اللي بركن وأسحب بهذا الشكل رح نشوف الصورة بقتم حافظة على القياس مالتها بدون أي تشويه فالأفضل أنه أنا من الأركان أصغر وأكبر هذه أول ملاحظة الملاحظة الثانية هذا السهم الدائري هو هذا يستخدم لتدوير الصورة ثلما تلاحظون يعمل استدارة للصورة بزالة أنت تحددها الملاحظة الأخرى هو هذه الأيقونة اللي مجرد ما نضغط على الصورة تظهر اللي هي نسميها احنا التفاف النص أو خيارات التخطيط هذه الأدات هي مهمة جدا فأي صورة آني من أدرجها بداخل الورد الورد مباشرة يتعاملوا إياها كنص يعني لو نلاحظ حتى حركة الصورة صعبة شوفوا يتحرك بين سطر سطر هذه احنا نسميه التفاف النص يعني النص الشون يلتف حول الصورة فأول خيار هو سطري مع النص هذا هو الخيار الافتراضي ضمن إعدادات برنامج المايكروسوفت وورد ونقدر نغيره الخيارات الأخرى للتفاف النص اللي هي المربع والمجدود والعبر أو خلال هاي ثلاثة تقريبا نفس الشغل مع اختلاف بسيط وعدنا أعلى وأسفل وعدنا خلف النص وأمام النص حتى نشوف تأثير هاي الأدوات رح نضيف نص عشوائي ونشوف شو نتأثر بها حتى أضيف نص عشوائي داخل الورد أخليه يساوي طبعا بعد تحويله لغة لغة الإنجليزية وأكتب راند اللي هي جاية من كلمة راندم عشوائي أفتح قوس أكتب عدد الفقرات اللي أنا أريدها مثلا ثلاث فقرات حط فارزة وأكتب عدد الأسطر اللي أريدها بكل فقرات مثلا سطرين بكل فقرات أسد القوس أقول لأ انتر ضاف لهذا النص العشوائي بس نضبطه خليه من اليمين لليسار بما نبلغ العربية ونسوي له ضبط وغير نوع الخط مثلا سوف هذا الشكل هسا رح نشوف تأثير أداة التفاف النص وهي الصور شوف هسا سطري مع النص إنه جاي تتحرك كأنما كتابه أجيبه هنا هذا الخيار ما مفضل لأن عادة يعني صعب بالتعامل مع الصورة فرح نفتح ونجرب البقية أول خيار عندي هو المربع وفكرة المربع لو نلاحظ الأيقونة الصغيرة دائما الأيقونات هي تنطيني دليل بسيط عن الأدات نشوف إنه هاي الخطوط باللون الأزرق ونشوف هذي مثل التقويسة أو حذوة الفرس هذي خلننقول هي الصورة وهاي الخطوط اللي هي خلننقول الأسطر والكتابة تكون داير مداير الصورة بشكل مربع تحيطها من كل الجهات فرح لو اخترنا هذا الشكل شوف الصورة هسا هنا النص بشكل مربع داير مدايرها ومجرد ما أحرك يبدأ الكتابة تلتف نحنا قلنا التفاف النص الكتابة التفت حول الصورة بالأربع جهات لأنه بشكل مربع من الأعلى واليمين والأسفل واليسار هذا خيار مربع طبعا لو جيت ببداية الكتابة ما رح تبقى كتابة رح يصير الالتفاف بس من الأعلى ومن الأيسر ومن الأسفل وكذلك بالنسبة لو رحت باتجاه اليسار أيضا لأن ماكو بعد مكان للكتابة فكلها تروح باتجاه اليمين هذا أول خيار اللي هو الخيار المربع ثاني خيار الالتفاف النص هو المجدود لو نلاحظ هذا المجدود الفرق أن الكتابة عبرت يعني ما صارت بشكل مربع صح هي تلتف حول الصورة من الأربع جهات لكن امتدت شوية مو بشكل مربعي خيار عبر أو خلال تقريبا نفس أداة المجدود عندنا الخيار الآخر بالالتفاف النص هو أعلى وأسفل وهذا جدا مهم نستخدمها عادة مثلا اللي يريد أن يسوي ملازم فرح نشوف شنو تأثيرها أنه معناته مثل ما تلاحظون بالشكل أن الصورة موجودة والنص يصير لو فوقها لا جوها ما يصير لا يمين ولا يسار هذا اختلاف عن المربع والمجدود شوفوا إذا مجرد ما هنا صارت الكتابة اللي جوها مجرد ما أبدأ أن نزل بالصور وصار عندي مجال للكتابة رح تصعد صار مجال الكتابة سطر ثاني رح نشوفها يصعد سطر ثاني ثالث كذلك فالكتابة الصير لو فوق الصورة لو جوها هذا بالنسبة لخيار يكون أنه أعلى وأسفل النص الخيار اللي بعده هو خيار خلف النص ولو نلاحظ أنه مثل ما واضح بالأيقونة الأسطر أو الأسطر اللي بين الأزرق صار فوق الصورة والصورة شبه مضللة معناته أنه الكتابة صير بمقدمة الصورة مثل ما اللاحظة هذا الخيار اللي هو خلف النص مشكلته أنه بتحديد الصورة يكون يعني تحديد الصورة شوي صعب فحتى أحدد الصورة أروح على من تحديد بالصفحة الرئيسية أكو تحديد عناصر رح نضغط عليها راح يتنبأ العناصر يعني يحدد كل شي ما عدا النصوص لو نلاحظ هسا حتى شكل المؤشر صار بالسهم الأبيض مجرد ما نوقف هنا ننقر عليها تحددت ونقدر نحرك فإذا استخدمتوا هذا الخيار تحديد الصورة يكون عن طريق تحديد عناصر أو عن طريق جزء التحديد نفتح جزء التحديد راح يظهر لنا هنا كل شكل مدرج مثلا لو وضفنا شكل آخر راح نشوف هنا ظهر المستطيل هاي الصورة نقدر نحدد من عندها يعني أما من جزء التحديد أو من تحديد العناصر select object الخيار الأخير اللي هو يستخدم بكثرة هو الالتفاض أمام النص يعني الصورة تصير مقدمة الكتابة أو فوق الكتابة مثل ما اللاحظ النص راح يصير خلف الصورة وهاي الخيارات كلها يكون يستخدامها حسب طبيعة عملك عندي الطريقة الثانية حتى أدرج الصورة هو أروح على إدراج بعدين على صور بعدين صور عبر الانترنت هذي شرط أنه يكون عندك بالحاسبة انترنت نضغط عليها راح يبحث لي عن طريق موقع محرك البحث بينك نكتب هنا بالبحث أو ندخل للمتصفح هنا عندنا أنواع من الصور مثلا طعام هنتظر شوي راح يفتح لي مجموعة كبيرة من الصور مثلا هذه الصورة ونختارها ممكن أختار أكثر من الصورة وننطي إدراج نزلت عند الصورة بكل سهولة هسا راح نجي مجرد ما نضغط على الصورة نروح نشرح أو نوضح التوبيب اللي بأدوات الصورة وتنسيق الصورة ونشوف شنية هاي المجاميع الموجودة عدنا هنا مجموعة الضبط هسا عدنا أول شيء إزالة الخلفية لو نضيف صورة أخرى أوضح قلنا من إدراج هذا الجهاز مثلا هذه الصورة شوف هسا هذه الصورة من ضفناها هي ماخذة لالتفاف النص الافتراض اللي هو سطري مع النص فحتى نحرك نختار أي واحد مربع وإذا ردت أثبت يعني هذا الخيار أسوي افتراضي يعني مو دائما كل ما أضيف صورة أجي أغير الالتفاف أشوف أنا شنو شغلي مثلا دائما أستخدم مربع أو أمام النص فأجي أروح حتى أسوي الإعدادات أغير الإعدادات الافتراضية أروح على ملف وبعدين على خيارات وبعدين على خيارات متقدمة ومنعدها أنزل قص ونسخ ولسق راح نشوف هنا أكو خيار إدراج ولسق الصور هنا الافتراضي سطري مع النص أنا راح أغيره فرضا أسوي مربع يعني معناته أقول لك كل ما تدرج لصورة خليه بهذا الخيار حتى يصير عندي سرعة بالعمل راح نلاحظ نطيع موافق هس هذه الصورة راح أمسحها ومن أجي أدرجها راح نشوفها اتخذت الإعداد اللي هو مربع اللي أنا نطيت سويته افتراضي وهذه الإعداد راح يشتغل على كل الملفات القادمة يعني شوكت ما تدخل صورة هي تاخذ التفاف نص مربع نرجع على تنسيق الصورة نروح إلى إزارة الخلفية إزارة الخلفية معناته أنه يعني عندك شغلات خليه نقول له هس مثلا هذا الريد نوخر الخلفية نبقي بس أيقوانات الباوربوينغ فرح نقر على إزارة الخلفية راح يظهر لي لونين اللون البنفسجي اللي هو راح ينمسح وهذا اللون اللي راح يبقى ولو نلاحظه هنا عندنا شغلات ممكن نحتاجها يعني أسبب هذا الشكل نقدر نسحه بيش أو أكثر هذا الشكل مثلا هسا إذا جبنا هنا هذا الجزء اللي يقصينا هذا ما راح يظهر فمثلا هنا هذا اللي راح تظهر فقط هذا نو قلت له الاحتفاظ والتغييرات راح نشوف وظهرت بهذا الشكل أو ممكن أدنى وضع علامة على المناطق اللي واجب حفظها يعني الأماكن اللي يريدها تظهر نضغطها هنا اللي هي علامة الزائد الأخضر نقول له هاي المنطقة ريدها تظهر نلاحظ أنه ظهرت عدنا العلامة اللي يريد نزيلها إذا عدنا أماكن نريد ننخليها تظهر حذف العلامات هاي اللي يضفناها الزائد تجاهل التغييرات يعني يلقي العمليات كلها احتفاظ راح نشوف الخلفية تروح تبقى لي بس الايقونة مع الباورباينت مثل ما واضح قدامكم احسينات الصورة اللي هي مثلا سطوع الصورة والتباين والحدة هذي مثل ما واضح قدامنا شفاس هاي الحدة جاي الزيت خلنا نوقف على هاي الصورة ونشوف التأثير مثل ما اللاحظ هذا التباين والسطوع يعني تأثيرات هاي بالتجربة تقدرون يشوفون فائدتها اللون إنه أنا ممكن أغير لون الصورة هاي كلها بالتجربة تأثيرات الفنية يعني قليلة الاستخدام بس ممكن واحد يجرب يشوف شون فائدتها مثلا في هذا الشكل إنه سوالفت تأثير فني على الصورة شغلة الأخرى هي ضغط الصور وهذه من اسمها ضغط الصور إنه تقلل لحجم الصورة إذا أنا ما أحتاج المستند بصور بدقة عالية فمن الضغط عليها راح تظهرنا هاي الواجهة عدنا الورد الإعداد الافتراضي هو استخدام دقة افتراضية وعدنا البريد الإلكتروني هذا تكون أقل دقة يعني هذا إذا أريد نرسلها بالبريد وعدنا الويب شوية دقتها أعلى الطباعة إذا أرد طبع هذه الخيار ممتاز جدا جودة عالية في معظم الطابعات والشاشات بينما إذا أريد دقة عالية يعني الصورة تبقى بدقةها العالية أختار الدقة العالية وحتى نشوف التأثير راح نستنسخ الصورة ونقرب حتى نشوف التأثير بين إذا ضغطنا الصورة وبين ما نخليها بالدقة العالية هس لو خلاها بالبريد الإلكتروني راح نلاحظ أن الصورة فقدت الدقة مالتها وهي الدليل البكسلة أو غوشت الصورة ممثل دقة الصورة الأصلية إذا نختار الويب راح تكون شوية دقتها أقوى كل ما نزيد طبعا هذا كله على حساب الحجم هذا الطباعة خيار الطباعة تقريبا مشابه إلى الصورة الأصلية شوية أقل دقة بشيء بسيط فهو أفضل شيء الدقة العالية لكن نحن نخليها على استخدام دقة افتراضية إلا للضرورة تغيير الصورة هو خيار مهم جدا يعني أنا هذه الصورة إذا أريد أبدلها بصورة ثانية بنفس المكان ونفس الحجم أروح على تغيير الصورة أقولها من ملف أو مصادر عبل الانترنيت من ملف مثلا راح أريد أغيرها بهذه الأيقونة راح نشوف تبدلت بنفس الإعدادات ونفس الحجم بس بدلها وهذه دائما نستخدمها طبعا الطريقة الأسرع للاستخدام يعني مشرط أروح على تنسيق ممكن أوقف على الصورة رايت كليك أكو هنا خيار تغيير الصورة بالصورة الأصلية إعداد تعيين الصورة يعني هسا مثلا إحنا هذه الصورة سونا عليها بعض التعديلات وتغييرات تأثيرات فنية وما عجبني أردأ رجع للصورة الأصلية فنقول لها عادة تعيين الصورة راح نشوف رجع للصورة الأصلية حتى مع الخلفية هذا كل ما بخص مجموعة الضبط بتنسيقات الصور هسا نتحول إلى مجموعة أنماط الصور ومن اسمها أنماط معناته خلنا نقول تنسيقات جاهزة أو بتأثيرات على الصورة أول شي عندي هاي الأنماط الأشكال هاي كلها طبعا بالتجربة مثل ما واضح قدامكم في هذا الشكل أو مثلا في هذا الشكل أنماط جاهزة تأثيرات على الصور جاهزة إعادة تعيين الصورة ترجع طبيعية حدود الصورة أي صورة إلها حدود اللي احنا خلنا نقول شبه شبهها الإطار حدود الصورة هسا هو مفعل بدون إطار لو خلينا أسود راح نلاحظ أنه ظهر الإطار الأسود طبعا الحدود هي بها لون أول شي اللون وهي ألوان إذا نريد ألوان أخرى بها السماكة اللي هي السمكة للأطار أو الثخن مالته وبها الشرط اللي هي شكل الأطار خط مستقيم له هدن منقط فرضا حتى نكبر السماكة على الموت بس يوضح أتكم هذا الأطار راح نشوفها سمك الأطار صار ولونه طبعا ممكن نخلي بأي لون والشرط اللي هو ممكن واحد يستوي بهذا الشكل هذه أهم ويكون بحدود الصورة تأثيرات الصورة أيضا إعدادات جاهزة وتأثيرات يعني من قبل الشركة مجرد ما نأشر على أي تأثير راح يبين تأثير مالته على الصورة الظل مثلا أنا أريد ظل الصورة لو نلاحظ هذا الظل صار عندي هنا ظل طبعا أي خيار نختاره يطلع بالأخير خيارات الظل حتى إذا واحد يريد يعدل عليه مثلا هنا راح يفتح للخيار ممكن أن الحجم مالته سنلاحظ هذا الضبابية هالشكل المسافة أي خيار نختاره من تأثيرات الصورة راح بالأخير أكو خيارات تقدر تتعدل إذا ما عجبك الخيار مالته للعكاس مثلا يخلي صورة معكوسة مثلا ما واضح قدامكم كأنما صورة معكوسة جواها ونقدر نعدل عليها هاي كلها عبارة عن إعدادات جاهزة وتأثيرات على الصور تخطيط الصورة هذي إن شاء الله راح نجيها مع موضوع السمارت آرت أو المخططات الذكية بس إنه يعني أشكال مثلا يجهز ذكيها خلينا نقول بهذا الشكل إذا أنا عندي مجموعة صور هنشوف هذا مثلا هنا نكتب بوربوينت إذا أريد أضيف صورة أخرى مثلا الورد والأكسل أضغط انتر راح نشوف تنضاف صورة والعنوان مالتها نقول وورد أضغط انتر ضغط صورة أخرى نقول أكسل وهنا نقدر ننقر نقرتين على الصورة هذي نضيف نضيف العيقونة مالت الورد مثلا هنا نضغط على ملف الأكسل ندخل الأكسل هذي تخطيطات للصور يعني إحنا نسميها سمارت آرت راح نجيها إن شاء الله بقائمة إدراج هذي مثل ما تلاحظون قدامكم سمارت آرت نشرحها بالتفصيل هذي موجودة أيضا بالصور إنه ممكن أحاولها إلى سمارت آرت ترجمة نانسي قنقر